يا مسائل فل على احسن ناس في الدنيا. هنتابع مع بعض اخر التطورات في الحمام وفي الكتاكيت. هنشوف مع بعض كده. حطينا الكتاكيت في حمام كده زغنة. حطينا شوية تبنى في الارض والمكلفين والمسيتين. وارضية كده يقفوا عليها وكم برنيكا وكم توبة. عشان بها هيقلهم الجواب حيث ان هما يكونوا ايه مش على الارض طول الوقت. حطينا التلات اجيال مع بعض. اللي هما الاكبر زي دور. زي الواقف ده في الاول. واللي هو اللي جنبه. واللي هما الاصغر خالص اللي هما قاعدين بيلعبوا زي اللي ايه? زي الديدان دور. ما شاء الله عليهم التلاتة منسجمين مع بعض بشكل كويس. ومسألة وقت ان شاء الله يبدأوا يجبروا. ومسألة بقى توفير تكاليف. ومسألة تحديد هدف. يعني احنا مربينهم بسبب التسمين ولا بسبب انتاج البيض. مربينهم بسبب انتاج البيض. مش التسمين. فهدفنا ان احنا نتكبر عدد البلالين او النتي. ونوصل لهدف ان احنا نعمل عدد معين من البيض يوميا. من الفكرة وده ان شاء الله اللي هنبدأوا مع بعض. وهنعرف ازاي مع بعض برضو نوفر في التكاليف. وازاي الموضوع هيكون? مربح او مش مربح? مكلف? ولا مش مكلف? آآ تقدر تعمل استعدادات ازاي? على قد برضو الامكانيات. مش لازم تعمل حاجات كبيرة. ممكن حاجات صغيرة. تحدد لك دخل صغير. بجانب طبعا الحمام. دي حاجة مع حاجة. انا فيه زغالين ببيع زغالين بتلات واربعة وخمس تلات جنيه اكتر من كده. بمقام كل دول. بس فكرة الفراخ حاجة تاني. حاجة آآ مناعة مختلفة. آآ هدف مختلف. آآ تارجت مختلف. فهمين الفكرة. يعني وكمان خطة موازية للتربية. دول ما شاء الله اللي كانوا طلعوا مع بعض. آآ مع الفرختين. السوداء اللي جنبها اللي احنا شوفناهم مع بعض. كان مات واحد بس منهم. ولقيت كمان واحد كان مدفون في القش. لان احنا نسيناهم يوم كامل. ففي واحد كان مات منهم. وما شاء الله دلوقتي كلهم بصحة كويسة. وبدأوا يأكلوا كلهم. آآ بشكل كويس مش خايفين من بعض. وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله نموهم حلو بيجبروا بشكل كويس. آآ الموازين يعني نشوف مثلا نبدي دي نيوزن مع بعض. نشوف النمو بتاحهم عشوائي يعني نختار مثلا بتا شكله اكبرهم. هنتابعوا برضو مع بعض. ده. هنشوفوا هنا في الميزان. هنا على الميزان ممكن يعمل كام. وهنتابعوا برضو مع بعض ان شاء الله الفترات اللي جاية دي. ما شاء الله خمسة وستين جرام. بشكل خمسة وستين جرام. بشكل كل فترة كده هنشوف اللي ايه? الحجم بيفرق ازاي? اكبر اكبر واحد. وده ازغر واحد. شايفينو? ده. المعاص عاصده. ده. هنشوف برضو موزوم بكام. يعني هي العين بتجيب الاحجان كويس برضو. بجانب الميزان. النص تقريبا. بصو ما شاء الله. هو ده طبعا قبل التاني بيومين. بس ده اصغر واحد في المكون. طبعا مش مش سردة المجموعة او مش سردة هو لسه هيكبر وهيبقى نموه كويس. بس احنا بنشوف اللي ايه? الحجم بتاعنا هيوصل لفين? ما شاء الله. طيب بازن الله انا متفائل الفترات اللي جاية دي. بازنك يا رب هيبدأ يكون في اه ان شاء الله الفقاسة لما تيجي هنعمل لها فيديو كويس جدا. مع بعض ونبدأ نعرف هنمشي ازاي بالفقاسة والفقاسة هتودينا لفين? دول ما شاء الله الفرختين اللي هم اكبر حاجة ربناهم. مشاء الله يعني ابتدوا يبقوا فرخ بجد يعني. دول كتجربة للمناعة وللحاجات كتير وللاكل وللمصاريف. بعد كده زي ما اقولنا كده ايه? ابتدنا بالمجموعة دي. دول. ووراهم دول. والهندي ما شاء الله هيبتدوا يرقدوا هنرقدهم برضو نشوفه نعمل حلقة ونشوف مع بعض ازاي هنرقد الهندي. والفقاسة ربنا يكرم والرجل ما يطلعش نصاب ويبعثلي الفقاسة. لو طلع نصاب انا هشرد له هنا عالقناة. انما لو طلع رجل محترم والفقاسة كويس ان شاء الله تبقى آآ فتحة خير لي ومفيدة للجميع وتكون بس راجل محترم. نا في تأخير شوية بس الناس في رمضان الدنيا عندها بتبقى مش مزبوطة. فنلتمس العزر للجميع. فمشاء الله مشاء الله زي ما قلنا كده ايه دول الحبايب اللي هنبدأ بيهم كل حاجة. هنبدأ بيهم كل حاجة ان شاء الله المزرعة الجديدة. الكراني الكراني الكراني. ما شاء الله ما شاء الله. دول اللي كنا جايبينهم صغنانين والله في عمر اللي كنت مختول. ومشاء الله عليهم. بيسدوا في اكلهم وشربوهم. تعالوا نشوف مسلا ايه هم آآ بياخدوا الصبح. البيض اللي بتبضي الصبح عشان يجيبوا بيه آآ آآ عايش. والبرسيم طبعا نحن اللي بنزراع وهكذا فاهمين? والقمح بنزراعه برضو. فمشاء الله انا يعني الهدف ان نبتدي نلاقي بقى آلافات البيضات كل يوم. ما فاهمين? مش مجرد عشرين تلاتين بيضة. ان شاء الله بيبيضوا فوق هناك كمان اهو. وهنا كمان. هنا بتاع كان بيضة اتنين تلتة اربعة. فمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. حداشر اتناشر. فاضلوا عدل. اتناشر المسائي حالو جدا. بس فان شاء الله يبقى عندنا آلاف الفراخ وآلاف البيض. وآلاف الكتاكيت. وآلاف الجنيهات برضو ان شاء الله. لنه هو الهدف انت بتربي. ربنا بتدي لك نعمة الهواية. فيه ناس بتكرها الحاجة الحية وبتخاف منها وعندها فوبيا. سواء طيور او حيوانات او غطط او كلاب. اللي ربنا بتدي له نعمة ومطعة الهواية. يعني ده نعمة والله مش بيحس بيها غير اللي هو. آآ يعني خد خرها ودالها حقها. هتدي للهواية اللي انت بتحبها حقها وتمشي صحة وتضحي بالفقاقة اللي في دماغك دي. انت هتكسب كتير. ما شاء الله الفراخ احجامها حلوة جدا. ما بقى لي فترة مركزتش معها. شو فراخ حلوة فرعة. آآ كانتاج بيض البيض بتاعهم حجمه جميل 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 جدا ما شاء الله. طبعا هيكون في سلالات تاني زي الفيومي. دي هتبقى موجودة ان شاء الله هنبدأ نقتر منها. او هنبدأ نجيبها ونقتر منها. هو والبلد المشعر ده. علشان انتاج البيض في البداية. لازم يكون عندنا حاجة تبقى شبه سبته بتدخل دخل يومي. يصرف بقى عليك. يصرف على نفسه ويصرف على نفسه ويصرف عليك ويصرف على حاجات كتير. ده الهدف. ده الهدف من كل حد. اهتم معترضين. 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 خلاص خلاص اناسك. مش هنبيع بيض. سيبهم عشان هم هيباروا علينا كده. نقف اللهم النور. ماشيه. بس فهي ان شاء الله. بعد كده الرحلة تاخدنا لحاجة تاني. لفكرة تاني. ان شاء الله في افكار تاني برضو. حاجات تاني بس خطوة بخطوة. الحمام نزاهة وكيف ويدخل دخل عالي جدا جدا بس في لحظة للحظة انت ممكن تلاقي. اه الحمام عندك تسعين في المية منه وقع خمسين في المية منه وقع. اه قادر تجيب غيره او مش قادر دي بقى هتبقى العقبة اللي عندك. وفي ربنا يكرم منس برضو وتعدي بحمامها. بس هي الفكرة في ايه? يعني الحمام مش زي الفراخ مسلا او زي حاجة تانية. موازية. موازية. يعني هو الحمام ده كان سبب كمان من انا فقست اول فرختين. فهمين الفكرة? فهو الموضوع كله كله ان شاء الله هنعرفه مع بعض خطوة بخطوة وخلال السنة والسنتين الجاين دول هنعرف يعني هنمشي مع بعض رحلة حلوة وناس كتير هتكون مستفادة اللي هيطبق هيكون مستفيد واللي مش هيقدر يطبق برضو هيكون مستفيد. اه من الناتج اللي موجود لأن الناتج ده ان شاء الله هيكون برضو تسويقه بفكرة تانية برضو او باسعار كويسة بحيس ان هيتناسب ناس كتير. ونبدأ بقى نخطو اول خطوات في رحلة البراندة او الاسم بتاع المزرعة العوالي. بس وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون للحمام. هنشوف مع بعض زيالي كتير جدا ان شاء الله. وزغليل كفرت وزغليل هنشوفها وهي بتطلع لان خلاص بقى ما شاء الله كل يوم ببتدي ان انا حبدا كمحة صوية. فكل يوم ببتدي ان انا لاقي كمحة صوية بتبتدي تطلع. فان شاء الله هنلاقي زغليل كتير نتعلم فيها كل حاجة. واللي يموت يموت واللي عيش يعيش والكل نا هنعلم بعض عشان نوصل لافضل حاجة صحيحة عملية. بازن الله وان شاء الله بدعمكم الفيديو يوصل لغيركم. والناس تتابعوا القناة وانشجع بعض. واشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.